اشتركوا في القناة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي وقال أخ النوش خلال اجتماعا لمجلس الحكومة أن هذه تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين وستكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب باسمكم بلوستاد طارق الكدالي الأستاذ الجامع والخبير في الحماية الاجتماعية السيطار القهران ومرحبا بكم أهلا وسهلا شكرا لك بارك الله وفيك أين يمكن أن نضع هذه الخطوة خطوة الزيادة في الحد الأدنى للأجور وهل هي بالفعل خطوة من خطوات وضع أسس الدولة الاجتماعية ونتيجة طبيعية للحوار الاجتماعي مع النقابات والهيئات الأكثر تمثيلية طبعا خطوة تأتي في مرحلة تنزيل يعني مخرجات المتاق الوطني الحوار الاجتماعي ومحضر الاتفاق المبرم في 30 أبريل 2022 والهدف منه هو تنفيذ التزامات الحكومة التي أبرمتها مع النقابات الأكثر تمثيلية وكذلك مع الكونفيدرالية العامة لأرباب المقاولات إذن هو اتفاق يتمحور بالأساس حول موضوع أساسي ورفع من القدرة الشرائية للمواطنين وكذلك تحسين مناخ الأعمال في المغرب ونحن نهدف إلى ما إرساء ما يسمى ركائز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين عبر تحسين مناخ الأعمال في إطار ما يسمى بالقانون الإطار للاستثمار وكذلك نهدف إلى تحسين القدرة الشرائية في ظل تداعيات جائحة كوفيد وكذلك في ظل تداعيات العالمية التي تعرفه نسبة تدخم مرتفعة وارتفاع الأسعار المواد الأولية قطوة جرية من طرف الحكومة وفي نفس الوقت كيف تنظر إلى النسب يعني قطاع الصناعة والمهن 5% القطاع الفلاحي 10% هل هي في مستوى التطلعات في ظل كما تفضلت الضرفية الدولية وأيضا الارتفاع الذي أصبح هناك السوق هناك ارتفاعات قياسية ولكن في نفس الوقت حتى في حال تغييرات على المستوى الدولي وفي الظرفية الدولي لا تتغير الأسعار كما كان عليه الحال فيما مضى يعني أصبحت هناك سقف معين للأسعار وهذا بالأساس يمس بالقدرة الشرائية للمواطن فقد نقول بأنها خطوة جرية ولكن ماذا عن النسب المئوي هل هي كافية؟ طبعا هالي التطلعات دائما للطبقة العاملة دائما جد يعني طموحة على أساس أن رغم الزيادة الحالية نسبة 500 أو السنة الحالية أو السنة المقبلة 5% في معدل 10% و10% بالنسبة للقطاع الفلاحي للوصول إلى حد أدنى في القطاع الحر لا يتجاوز لـ 1,000 درهم ففي هذه الحالة وفي ظل بالموازات مع ارتفاع الأسعار ضروري يبقى أنه خيار محمود ولكن غير لا يفي بالطلب أو لا يفي بطموحات الشغيلة لكن هناك آليات أخرى من أجل تحسين القدرة الشرائية على الأقل زيادة بعد مكملات الأجر مثلا زيادة في تعوضات العائلية تعديل ما يسمى بالقانون المتعلق بالنظام الضمان الشيماعي عبر الرفع من معاشات التقاعد هناك مجموعة من الإصلاحات التي لاجب أن تكون موازية من أجل الرفع وكذلك ما يسمى بالقانون الإطار للضرائب على طريق تخفيض ما يسمى أو الرفع من نسبة الأشخاص الغير خاضعين للضريبة على الدخل إذن هناك مجموعة من الإجراءات لا بد أن تدهى في نفس الإطار يعني بالنسبة الخطوة مهمة ولكن لا ننسى أنها كانت بتوافقات ما بين الشركاء الاجتماعيين مع الشركاء الاجتماعيين مع أرباب العمل حتى لا نكون أمام كلفة اجتماعية باهضة بقدر ما نكون أمام استثمار اجتماعي من أجل البحث عن ما يسمى بالإقلاع الاقتصادي في ظل الضرفية الراهنة التي يعرفها جميع الشركاء الاجتماعية وكعرفها الأرباب المقاولات كما تعرف الحكومة صحيح حيننا نتحدث عن الزيادات والقطاعات التي تشملها وكأننا نتحدث بين قوسين عن 60% من الساكنة النشطة داخل المملكة يعني القطع الفلاحي تقريبا 40% من الساكنة النشطة يصل في العالم القروي لما يزيد عن 73% وأيضا قطع الصناعة أكثر من 20% تقريبا والتالي يعني نسب هامة وهامة جدا هل هذه الفئات المجتمعية المتمثلة اليوم في هذين القطاعين ربما يؤديا بناء إلى الرفع من المردودية وأيضا في نفس الوقت تأقلم مع قطعة الإنعاش الاقتصادي التي تعتمد على دائما وأبدا القطاع الفلاحي الذي يحدد نسب النمو وفي نفس الوقت القطاع الصناعي الذي يخطع لمخطط التسريع الصناعي من أجل أن نكون قوة إقليمية ضاربة في الصناعات وأن ترتفع الصادرات ونحد من الوردات في إطار مناخ اقتصادي يراه المغرب في الأفق المنظور على الأقل بعد الحاجة سينوفولة أي بحث عن رفع من المردودية في أي قطاع سواء كان قطاع صناعي تجاري خدماتي أو حتى بنسبة القطاع الفلاحي لا بد من توفير مجموعة من الظروف لما تحدث عن موارد بشرية ذات كفاءة نتحدث عن موارد لوجيستيكية كما نتحدث عن موارد معلوماتية إذن في هذه الحالة المغرب في إطار ما يسمى تنزيل ما يسمى بالنموذج تنمى وجديد في أفق سنة 2035 يهدف إلى الرفع من المستوى مساهمة القطاع الخاص في النتج الداخل الخام الذي يتجاوز 35% كذلك في الرفع من مرضودية الطاقات وتحرير الطاقات المغربية إلى جالب ما يسبب تشجيع مغاربة العالم إلى الاستثمار داخل المغرب وكذلك الاعتماد على الطاقات المغربية التي توجد في الخارج من أجل خدمة البلد في المغرب إذن في هذه الحالة لا بد من توفير الظروف أهم الظرف وهو أن تكون لديك ضروف أو مناخ أعمال جيد على مستوى الاستثمار حيث هناك القانون الإطار الاستثمار على مستوى الأرضية تكون مناسبة عن طريق تشجيع وتحفيز ضريبي عن طريق تفعيل ما يسمى بالقانون الإطار للجيبيات وكذلك عن طريق ما يسمى بقانون شغل متطور ومرين توافقين بين مصالح الطبقة العاملة ومن بين مصالح أرباب العمل حتى يكون هناك جو من سلم الاجتماعي الذي يهدف إليه عن طريق ما يسمى بالمفاوضة الجماعية عن طريق ما يسمى بمأسسة الحوار الاجتماعي حتى يكون منتظم ومرين في خدمة المقاولة وفي خدمة الأجير جميل وهذه الخطوة ربما أيضا قد تحفز البعض من من يعملون في القطاع غير المهيكل إلى هيكلة هذه القطاعات والعمل وفقا لسلم أجور شهدة يعني نقل نوعا ما وارتفاع في الحد الأدنى ونعلم أن القطاع غير المهيكل يعني الدولة بدأت بالعمل على هيكلته من خلال سياسة الجبائية التي تعتمد على سبيل مثل الحصر المساهمة العامة الموحدة من خلال أسوس الدولة الاجتماعية التي فيها تأمين صحي إجباري وتعويضات عائلية وتعويض عن فقدان الشغل إلى غير ذلك وفقا لمراحل زمنية معينة وبالتالي الدولة ربما ما كتفلاش في هذا الأمر يعني هي خطوات متماسكة في حلقة يعني فيها سلاسل متنوعة ولكنها تصوب في إطار أن يكون هناك صحيح الرفع من المردودية الجبائية ولكن في نفس الوقت أن يمصون ذلك القطاع غير المهيكل الذي يؤدي لنزيف كبير وكبير جدا فيما يخص الجبايات في المغرب إذا راح تي معي يعني سينوفل بأن هناك ما ما يسمى بالالتقاء بين برامج الحكومة أو ما بين برامج من عندما نتحدث عن الالتقائية ما بقى إش كنتكلموا على أن كلك يلغيب الغاه إذن في هذه الحالة كنتكلموا على أن برنامج عندما نقول الحد أو ما يسمى بالقطاع الغير المهيكل حتى يصبح مهيكل ويساهم في الاقتصاد الوطني حاليا حسب تقرير المجلس الاقتصادي والجتماعي كنت نقول بأن 28 من النتيجة الداخل الخام راح تمشي في القطاع الغير المهيكل أو الاقتصاد الغير المهيكل أو الاقتصاد الأسود إذن في هذه الحالة حتى نكون منتجين داخل الوطن ونشجعوا الناس بشي ساهموا في الاقتصاد الوطني سيكتوفر للأرضية أهم أرضية وأنا أراها كما نتحدث عنها أنا أبخذ وضبال يعني يستدعون الناس لأجل الدخول مسمى بالحماية الاجتماعية كتعرف أن مع تعبيب التغطية الصحية في المغرب كل أشخاص أصبحوا يبحثون عنه يهيكلون إما في إطار مقاول ذاته إما في إطار مقاولة إما في إطار تاجر أو فلاح يعني مسجل في السجل لدى وزارة الفلاحة إذن هذه المسائل وهذه البوادر للتنظيم والهيكالة عن طريق ما يسمى بهيئات تتوسط من أجل تنظيم هذه الأشخاص ومنحهم مجموعة من التحفيزات لا على مستوى التحفيزات الضريبية أو على مستوى أن يصبحوا منخارطين وتقول لديهم تغطية صحية فهذه آليات من الآليات التي يجب أن نشجعها من أجل ما يسمى الانتقال من القطع غير المهيكل إلى القطع المهيكل وحتى داخل قطع المهيكل لابد أن نفعل مجموعة من الآليات على مستوى مفتشية الشغل على مستوى مفتشين ضمان اجتماعي وعطاهم الآليات الكافيلة من أجل تصريح بالأشخاص الذين يشتغلون في قطع المهيكل ولكن في الحقيقة هو قطع غير مهيكل أكيد وكما تفضلت اليوم الحكومة تعمل بشكل فيه الكثير من التنسيق المسبق حتى الاجتماعات الحكومية نشاهد إذا كانت تتعلق بمثاق الاستثمار أو تتعلق بأسوس الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية نشاهد مجموعة من الفعاليات تعبر عن قطعات وزارية متداخلة في هذا المجال كيف تتوقع ردة فعل النقابات فيما يخص الرفع من الحد الأدنى للأجور والبداية بتطبيق الاتفاقيات التي وقعت معها من طرف الحكومة وفي أجل قد نقول بأنه أجل فيه تسريع ربما لتنفيذ التزامات الحكومة نعم لأنه أي تنزيل لمحضر اتفاق ما بين النقابات الأكثر تمتينية وما بين الحكومة يحتاج المجموعة من الإجراءات رأينا الإجراءات أو تسريع منها إجراءات قد تحتاج إلى مجرد قرار لرئيس الحكومة أو مجلس الحكومة ورأينا أكثر من 12 مرصون بالأمس صادرت في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي نخص بالذكر الاتفاق القطاعي الذي كان ما بين وزير الصحة والفاعلين في الحقل من أجل الرفع وتحسيل أوضاع المهنية الصحة من أطباء وصيادلة وتقنية الصحة وممرضين بالرفع من القيمة السيدلالية التي وصلت إلى 590 بعدما كانت 336 كذلك الرفع من تعويضات على المخاطر رأينا بأن الصفوف الأولى التي كانت الأطباء والممرضين ولكن كانت تعويضات على المخاطر جدا ضعيفة فالرفع من المستوى الحصيص من أجل الرفع من المرضودية وكذلك ترقف أسرع وقت بدل المسترة التي تكون جدا تقيلة على مجموعة من السنوات على مستوى التربية الوطنية هناك حوار قطاعي ما بين التربية الوطنية والنقابات والتربية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية إذن هذه القطاعات التي بدأت من فبرايل 2022 وانتهت في أبريل ما يسمى بحوار مركزي الذي خرجنا أهم مخرجة منه ميطاق وطني عندما نقول ميطاق الوطني نرى بأن هناك ما يسمى بمأساسة الحوار الاجتماعي في أفق إخراج ما يسمى بالقانون لإطار الحوار الاجتماعي حتى يكون حوارا منتظم هذا مطلب نقابي نقابات ناضلات والمركزيات حتى لا يكون موسميا حتى لا يكون مناسباتيا لا بد أن يكون حوارا منتظما وذوريا خط بدات التواريخ على العموم بطبيعة الحال وأهم من ذلك سيد نوفيل هو أن يكون هناك ما يسمى بالقيادة العليا على مستوى الحكامة على مستوى تنفيذ المخرجات وكذلك على مستوى التكوين لأننا نحتاج إلى معاهد متخصصة في التكوين في الشغل وفي التشغيل وفي تحسين مناخ أعمال كما نحتاج إلى مرصد مرصد وطني للحوار الاجتماعي الذي يعطنا معطيات الذي يقوم بعمليات تقييم دورية لما وصلت إلى البلاد على مستوى مخرجات وتنفيذ ما يسمى بمخرجات الحوار الاجتماعي جميل تحدثت قبل قليل عن مخرجات الاجتماع الحكومي وكان هناك سبعة مراسيم تهدف للرفع من قيمة تعويضات العائلية وأيضا كما قلنا الحد الأدنى في القطاع العام الذي قد يصل لـ 3500 درهم هذه الأمور بالإضافة الحد في السلم سبعة إذا غير ذلك هذه الأمور وإن كانت في جلها مطالب نقابية ولكن هي خطوات تأخذها الحكومة يعني لا أحد كان يستطيع أن يفرض على الدولة هذا التوجه لكن هناك إرادة حقيقية شيئا ما بينه هل يمكن أن يصب ذلك مع كل هذه الخطوات من التشريع إلى التنفيذ والتطبيق أن يصب بالفعل في جعل سلم اجتماعي ثابت وفي نفس الوقت أن يكون هناك عودة تدريجية للقدرة الشرائية لمواطن مغربي يعني أهلكته وأنهكته كورونا وجاء ارتفاع الصاروخ في أسعار الطاقة ووسائل النقل ليزيد الطينة بالله هل هي خطوة نقول أنها تزيد مناعة المواطن ولكن تحافظ أيضا على القدرة الشرائية له ما يمكن أن نربط سؤالك وتصورك سيد نوفل هو مع الملحمة الوطنية التي عبر علي المغرب وجبيع بكونات الطياف المجتمع المغربي في إبن الجائحة لأننا كنا نلتفينا حول صاحب جلالة شعبان صندوق كورونا يعني عن طريق ما يسمى بدعم يعني الناس اللي كانوا فضعية حريجة الناس اللي كانوا خدامين وما كانوا من ذلك نعرف لأسان أساس يعني عن طريق ما يسمى باللجنة الياقاضة صندوق ضح من الجائحة بأكثر من 34 مليار درهم يعني هذه المسألة هذه خلات حتى توجه العام للدولة رأى أن الخيار خيار استراتيجي ودعم ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق ضمان اجتماعي قوي عندما أنت نقول ضمان اجتماعي قوي ضروري من مراجعة لنسبة الأجور ضروري من تصرح بالأجور ضروري من إعطاء وضعية للمرأة ضروري من ضرب على جميع أشكال تمييز ما بين رجل المرأة ومسوى الأجور حتى على مسوى عدم تمييز ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الخدماتي والقطاع الصناعي والتجاري وكالقاء بأنه رفع نسبة 500 بالمقابل رفع 10% باسم القطاع الفلاحي في أفق بأن يكون هناك حد أدنى يعني متساومة بين القطاعين لا مجال تمييز بيننا حتى المغرب برام صادق على اتفاقه دولي لعدم تمييز في مجال تشغيل المادة تسعود من مدونة تشغيل قد يكون عدم تمييز لا على مستوى العرق لا على مستوى اللو لا على مستوى القطاع إذن في هذه الحالة كيبان مغربي بأنه كيبين العالم بأنه يلتزم بالتزاماته الدولية كيبين المواطن المغربي والدولة خاصة تبرمج وتنفذ التوجوات الاستراتيجية لصاحب الجلال لأهمها وهو تدعم ركائز الدولة الاجتماعية وكذلك مواكبة المواطن في ساعة المحنة كما هو المواطن يعني كيبين بأنه كين روح وطنية حتى ميكا نقوله 500 فضل هذه الأجواء فالحمد لله كيبان بأن هناك ريضة وهناك حتى المستوى النقابات يعني راضي ولكن كين طموح بأنه يكون يعني طموح مستمر من أجل تعزيز واللي كي يخفف على المواطن بأن كين تغطية صحية تعمم وبدين في تنفيذ المرحلة الأولى على العمال على المقاويل البداتين على الصناع الفلاحين اللي ما كانوا عندهم باترون حاليا كانت تكلموا على المرحلة الثانية في أفوق قبل نهاية 2022 واللي الاجتماع دي رأسة الحكومة من أجل تنزيل سجل الاجتماع الموحد من أجل استهداف المواطنين اللي في وضعيتها شاشة اللي توم يبدوا يستفدون من سنة أساس ما يبقاوش يستفدون غير من من الاستشفاءات في العمومية يخصون توم يستفدون من القطع الصحي واسترجعوا المصاريف كما واللي أهم من هذا شيء هو أن الدولة كتتكلف بالاشتراكات ديالهم مسألة الثانية هو أن هناك مصادقة على مرسوم اللي كتتكلم على الرخص المرادية طاولة الأمد للموظف اللي اللي قدره يكون عنده أمراضي يقدر يقلس ثلاث سنوات سنة الأولى بالأجر الكامل والسنة الثالثة بنفس الأجر إذن هذه كلها بوادر كتعطي بأننا غادرين في الاتجاه الصحيح رغم ذلك دروري نحتاج إلى ما هو أحسن ولكن غادرين في السكة الصحيح ومعاش الشيخوخة وأمور كثيرة طبيعة حال مع الشيخوخة إذا تكلمنا غير من كنقول الحكومة أن دخلات في إطال حوار الشميع تتكلم عن مع الشيخوخة فأصبح مطلب وطني لأن كانت توجهات استراتيجية لصاحب جليل وقال إطالة سياسة في 2021 لحط أجندا في فوق سنة 2025 خصوص التغطية الصحية خصوص التقاعد خصوص تعود عن فوق دانتشغل إذا الحمد لله توجهات أصبحت واضحة يعني التنفيذ والإرادة سياسية كيلة من يعني من جميع طياف المجتمع ما يبقى إلا التنزيل السريع وفق الأجندا المحددة وفق التوجهات الاستراتيجية نعم قلنا أن هذا الأمر ربما ينعكس بطريقتنا وبأخرى على القدرة الشرائية للمواطنين ويحفز عجلة الإنتاج ولكن الاستهلاك في نفس الوقت وهي يعني في صلب غفع من قدرة خاصة بالاقتصاد الوطني بمعنى آخر يعني المستهلك الأول والرئيسي هو المواطن المواطن إن لم يتوفر على يعني عيش كريم وعلى سلم أجور معين يدفعه للاستهلاك لشراء المنازل لشراء السلع والبضائع للاستفادة من الخدمات وتأدية الواجبات الخاصة بها أن تبقي طريقة أو بأخرى تساهم في رفعة الاقتصاد المحلي لأن المواطن المغربي هو المستهلك وربما التراجع في القدرة الشرائية للمواطن قد يؤدي إلى الإضرار بعجلة الإنتاج في مجموعة من القطاعات المتعلقة بالنسيج الاقتصادي الوطني لكن في نفس الوقت ألا تنظر بأنها أيضا خطوة أخرى ولبنة أخرى توضع للتمهيد إلى تطبيق فعليا وواقعي لمثاق الاستثمار يعني حين يأتي المستثمر الأجنبي ويشاهد كل هذه الخطوات التي فيها خدمات تقدمها الدولة من تأمين صحي إلى تعويضات عائلية إلى تعويضات حول الشيخوخة إلى إلى آخره وسلم أجور معين يضمن كرامة المواطن قد يقبل على الاستثمار في المملكة المغربية بشكل أكبر لأنه يعي بأن هناك سلم اجتماعي هناك توافقات ما بين المشغل والشغيلة ما بين النقابات الممثلة لهؤلاء وفقا لمعايير قد نقول بأنها مشابهة لدول صناعية واقتصادات غربية محترمة غير أقول في هذا الإطار بأن إذا تحدثنا عن الرفع تحدث عن دعم مباشر للأجير وعلى الموظف في القطاع العام لما تحدث عن رفع من حدنا للأجور ليصل إلى 3200 درم رأيها غير كافية إذا لم نصلح الصحة غير كافية إلى لما معوضناش الملفات الطبية إذا إنا علاش لأن المياه قد نقود 3200 درم وقد بشي ليا 50% منها في التطبيب و50% منها في التعليم يعني حتى في 3200 درم ولكن لا كانت عندي تغطية صحية إجبارية الصندوق وطن ضمن شي معي وعوض ملفات الطبية وفي حالة المرض لقدر الله بمرض مزمن يتحمل إلى 100% من العلاجات فمعناته أن الراتب ليس يتقاس إذن هناك دعم مباشر هناك دعم غير مباشر البيخار يرتفع إذن هنا لا يمكن أن نقوم خدمه للأجر لأن الأجر يريد أن ندخله بأنه هناك حوار تولياتي بين أرباب المقاولة التي تقول لك عندي تكلفة باهظة هناك الحكومة التي تقول لك تكلفة باهظة على مستوى الأجر والموظفين هناك نقابات لهم والدفاع على مصارح الطبقة العاملة إذن في هذه الحالة لا ريحنا في هذا الإطار وقد عندنا رؤية شمولية ومصلحة البلاد فوق ومصلحة أي طرف فش نقوله؟ نقوله إصلاحوا التعليم لأنه سينقص من العبع على المواطن نصلحوا الصحة لأنه لا يمكن لمواطن تكلف يعني 100% من المصاريف ذات الطبيب وفي هذه الحالة نشجعوا حتى المستثمر لأنه لا يمكن ديروا هذه الإصلاحات فعلى مستوى لا يمكن تكلموا على القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية نتحدث أن الصحة أصبحت قطاع سيتماري منتج إذن قطاع سيتماري منتج على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المواطن سيحس بالقيمة ديره لأنه ستكون لدينا عكاس إيجابي على مستوى الدخل ديره هنا نتحدث عن توصيات النموذج التنموي يعني أنت طرقتها للصحة والتعليم إذا شهدنا الخطوات التي تم اتخاذها فيما يخص القطاع الصحي على الأقل يعني فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي تحفيز الخبرات الوطنية المقيمة في الديار المهجر إلى العودة والعمل وفقا لامتيازات خاصة الرفع من الأجور بالنسبة للأطباء والتعويضات أيضا وفقا على التنافسية وأيضا على العطاء من طرفهم اختصار سنوات التعليم الخاصة بالقطاع الصحي والمهنة المرتبطة به يعني هناك إجراءات إصلاحية لا تخطوها العين شئنا ما أبينا وبالتالي اليوم كأننا بالرفع في الحد لدينا الأجور بالإضافة إلى المثاق الاجتماعي بالإضافة إلى المثاق الاستثمار بالإضافة إلى أعطاء أولوية لقطاعي التعليمي والصحة أما ما تنزيل فعلي لمقتضيات النموذج التنموي الذي نهل منه البرنامج الحكومي وأي برنامج حكومي أي برنامج إداري أي برنامج إصلاحي يحتاج إلى إمكانيات إمكانيات مالية ورأينا بأن على مستوى تعميم التغطية الصحية نتحدث عن أن هناك مبدأ التضامن ما بين المواطنين وما بين القادرين وما بين غير المواطنين القادرين عن طريق تدخل الدولة بمساهمات رأينا على مستوى المنظومة الصحية لابد من وضع استثمارات للرفع من العرض الصحي المتنوع وكذلك من العدالة المجالية بين جميع أنحاء الوطن إذن في هذه الحالة عندما نتحدث نتحدث عن إمكانيات ولكن هذه الإمكانيات لابد أن تدبر تدبير الأمثل عن طريق ما يسمى بآليات الحكامة لعلى مستوى الصحة هناك قيادة عليا هناك هيئة عليا لمراقبة تطبيق برنامج المنظومة الصحية على مستوى التعليم على مستوى التغطية الصحية إذن حتى على مستوى الحوار الاجتماعي لابد من هيئة عليا من أجل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وخلق ما يسمى بالتوافقات الاجتماعي في أفق سلم اجتماعي يروم المصلحة العليا للوطن ومصلحة جميع المواطنين شكرا لك أستاذ طارق كده لأستاذ الجامع والخبير في حمال الاجتماعي أهل مستعد شكرا جزيلا لك شكرا موصول لكم مشاهدينا على حس المتابع بهذا نصل الاختام هذه الحلقة من ضيف التحرير لكم أجمل تحية إنما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة